كل عام وانتو بخير لكل شخص وقف معي ودعمني لكل شخص قدم لي مساعدة حتى حل مشكلة لكل شخص ساعدني حتى انا اوقف وصير الدكتورة اللي بينا بخص بالذكر استازي اللي وقف معي بيأحلق الظروف بظروف صعب البحث العلمي انه يصير بخص بالذكر الدكتور عيسام محمد احكيت مع استازي وكتير انبسطت كأنه تركنا منبارح يعني انا كأني شايفته منبارح وعم قل له كيفك استازي اليوم لا انا صر لي من الالفين وستعش اخذ الدكتورة بعد من نبقينا على تواصل اكيد زوجت وسافرت وتركت بلدي ومع ذلك كل سنة بيكون الي هاللحظات الحلوة اني قضية مع استازي قضيت معه نصف ساعة عم نحكي كأنه انا لساتني طالبة موجودة قدامه وعم يشرح لي وعم بيعلمني كتير كلمات كانت حلوة ولطيفة كأنه ابحنون عم يشوف بنته كبرت وصار معه دكتوراه ودخلت الحياة شجعني كتير وقال لي مبروك لشغلك الجديد بالطب الصيني ويوغا الوجه كتير كان مبسوط ونحنا عم نحكي كيف مرتك كيف ولادك كيف احفادك كيف الوضع عم نحكي هيك بكل طيبة لأنه سنوات الدراسة صحيح كنت أنا طالبة الدكتوراه عنده لكن كان ابحنون وأكيد مرتك كتير أساتذة بحياتنا حتى نحنا نكون بالهيئة اللي نحنا موجودين فيها كل عام وانت بخير لكل الأشخاص اللي وقفوا معي وساندوني وكل عام وانت بخير لكل الأمهات بما أنه بكرة عيد الأم إن شاء الله يا رب بينعاد بالخير وبالصحة لكن لكل شخص وقف معنا إلهم محبة خاصة وأكيد أمهاتنا هنن أول الأساتذة اللي وقفوا معنا حتى نكون بالمكان اللي نحنا موجودين فيها لمين بتبعت رسالة محبة حطلنا إياها ضمن هذا الفيديو حتى تكون رسالة توصل للكل محبتي وخبروني من وين عم بتتابعوني